هذا الشاب يا حرام أكل صدمة عمره استرخص على الأساس يعملوله تيبة فيت شوفوا شو يعملوله شلوله نص شعره من تحت فقرر يشير شعره على الآخر وأنا استغلية الموضوع بهذا الفيديو راح أعلمكم أساسيات المقاص حتى اللي عندها ولد أو اللي عنده ولد أو اللي حاب يقص لأخو شعره طويل بالبيت يقدر يعملها هو مرتاح أنا أعرف برضو ناس بتعمل كده بيقصوا بيسيبوا الحتة دي كده كلها ورايهم قصين تحت هنا إزاي أنا معرفش بصراحة بنات أعرف بنات بتعمل كده بلش من الجوانب متل ما أنتو عم تشوفوا مناخد خصلة بإيدنا منرفعها على السيوي يعني الإيد بتضلها على السيوي باتجاهها الصدر لا نازل ولا طالعة وبتقص على طلب اللزبون القص بيكون بالشكل التالي اللي أنتو عم تشوفوه هلأ من فوق بترك شوي طويل وكل ما أنزل لتحت بقصر شوي منشان تنزل لما تنزل الشعر تحت يكون الشعر بشكل تدريجي نازل من الطويل للقصير والله يا ابني شعرك شكله حلو ده في ناس كتير قوي تتمنى الشعرك الجميل ده ونعم بسم الله ما شاء الله يجي واحد راسه مربع هلأ ويقول لك القص لازي يبلش من فوق إذا أنت عم تحكي بالأصول هذا الحكي صحيح ولكن من فوق رح يكون الموضوع أصعب بكتير فخليكم معي هلأ بلش من الجوانب بتشوفوا فوق كيف رح نقص بشكل سهل جدا 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 من فوق منتبع خطوتين منقسم الشعر قسمين مثل ما انتوا عم تشوفوا هلأ والقسم اللي بالنص منتركه هلأ قسم يمين قسم يسار لأنه إحنا قصينا من الجوانب ومن وراء منوخد قسم من وراء منوصله مع الشعر اللي فوق منشان نوخد منه أساس القص يعني الطول المناسب ومنوخد بشكل منحني هذا السهم هو الشكل التقريبي اللي أنا قصدته وكل شوي بتاخد قسم وبتقصه على أساس القص اللي بلشنا فيه من وراء وبتكمل باتجاه الغرة لقدام إنو خط النص عندك هو الأساس وصح هلأ من وين ما ترفع الشعر بتشوف الشعر المقصوص والشعر اللي فبتعدل على هذا الأساس وهلأ هيك وصلنا للطول المناسب والشكل المناسب للي بدو يالس بونه وهلأ ما نبلش المتفيد للأمان الفيديوهات الطويلة ما عم بنتنزل عندي ما بعرف ليش لهيك فيديو المتفيد بتشوفوه بالفيديو اللي بعد قعد سنتين شعر طويل حب يجرب شيء مميز على الأقل بالنسبة لإله فهم بلشنا نشيل الجوانب لحتى نعمله أنتركاد طبعا بعد سنتين بتربي في شعرك جاية تشيله كده بسرعة كده كده طبعا على طلب كلا عادي منستخدم بها التكنيك أول شيء الماكينة الصغير ومنعمل الخط مرتفاع الخط وشكل الخط كمان على طلب الزبون وهذا بيحدد علاوة التدريج بعدها بالواحد ونص منرفع لفوق كمان على طلب الزبون وشايفين هاي المسافة اللي بتبقى تحت هاي مسافة التدريج هلأ منستخدم هي مش حلاقة الجناب دي لك وانا بنسميها زمن كبوريا صح والله حد يقول لي حد تسعيناتي يقول لي تخدم الواحد ومنحاول نخفف سماكة الخط قبل ما ندمجه ومنحاول فوق ما نعمل خط جديد وهذا الشي بنعمله لما نسحب الماكينة اللي عنا قبل نوصل لفوق طبعا بعرف إنه الحكي صعب شوي طبعا على طلب الزبون شي بدنا نعمل هلأ منبلش بالنص ومندمج الخط طبعا الخط راح معي بالنص في ناس تحتاج إبنا تشيل النص كله طبعا التوفيق من رب العالمي حقيقة هدا فيه اتمد على نوع الشعر مش أكتر أحيانا عن جد بتضطر تشيل النمرة وتشتغل بدون ماكينة ألا عادي قبل ما تخلص القصة على الآخر تقريبا بعد 80% بتبلش بالتحديد عشان تعرف شو النقاط اللي لازم تشتغل عليها أكتر وطبعا هون بتعتمد على حسب الزبون شو دافع إذا مش دافع حد دقيمة ما بدا وش كده بتعترف بيقولك أنا على حسب الزبون لو دافع هحلق له حلقة حلوة ومش دافع خلاص بقى هو منصيبه لا هون أنا ليش نهاية القصة بمقص التدريج مش من القصة العادي طبعا هون ما فيها معلمية ولا شي أنا بصراحة كنت معجوق كتير وبيدي حال سريع فاشتغلت بمقصة تفريغاية مش أكتر طبعا هون الشعر كان طويل كتير لعبت بقى كل زبون نقصوا لأنه المنظر مش ولا بود يعني بعد ما خلصنا وقصينا وعلى 24 ضل مش ولا بود للأماني لا تنسوا اللايك والتعليق بس كده الفيديو خلص فين القصة بقى عايز شوف القصة